اشتركوا في القناة في تصفيات كأس العالم او حتى في التصفيات الافريقية قبل كأس الامم في القدفور لو استعرض معكم ابرز التعينات اللي تمت في الساعات الاخيرة من الاتحاد الدولي بعد ارسالها من الاتحاد الافريقي لو نبدأ كده بالجولة التالتة من التصفيات كأس العالم مباراة مالي وغانا مطش مهم جدا وصعب جدا يوم 6 يونيو في الشهر المقبل مباراة هيدرها امين عمر الحاكم الدولي مع احمد حسان طه مساعد اول محمود ابو الرجال مساعد تاني احمد الغندور حاكم رابع ركزوا جدا يعني مع التواقم دي لدي التواقم اللي ممكن تشتغل كأس العالم في امريكا 20-26 لو الامور مشت بنفس السياق نروح للمباراة تانية ودي المباراة اللي هتتلاقي في الجولة الرابعة مباراة جنوب افريقيا وزنبابوي يوم 11 ستة مباراة صعبة جدا ايضا في جوانيسبرج هيدرها الحاكم الدولي محمد معروف معاه سامي هلهل يوسف البساطي والحاكم الرابع محمود ناجي المباراة الثالثة هتبقى ايضا يوم 11 ستة في الجولة الرابعة وايضا مباراة قوية جدا انجولا والكاميرون هيدرها الكابتن محمد عادل معا مساعد اول احمد توفيق طلب مساعد تاني هاني عبدالفتاح والحاكم الرابع الكابتن محمود البن لفت انتباهكم حاجة مهمة نفس المجموعة اللي كانت بتدير في كأس الأمم امين عمر محمد عادل محمد معروف دي الحكام الاساسية اللي بعتمد عنهم الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ونسب تواجد طاقمين في كاس العالم 2026 هيكون من التواقم دي مع وجود محمد عادل لو معاشرة دولية للفار في كاس عالم 2026 مع استمرار محمود عشور لو فضل لـ 2026 حكم فار ايضا في الولايات المتحدة الامريكية تأكيدا لكل كلمة بنقولها في هذا الشأن الايام بتثبت لحضراتكم بالتعينات اللي بتتم من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي طيب نروح بقى للشأن التونسي والاستعدادات هناك متواصلة ومستمرة على مدار الساعة بالنسبة للأشقاء في تونس بشأن مباراة الترج والأهل اللي هتقام يوم السبت اللي جاي الساعة 10 بتوقيت القاهرة محتاجين نتكلم في شقين شق فني وشق آخر متعلق بالحضور الجماهير بس هبدأ الأول بالشق الفني لأن معايا واحد من نجوم الكرة التونسية وأحد اللاعبين والركاز الأساسية اللي كانت موجودة في الترجي التونسي الكابتن أيمن بن عمر واللي بالمناسبة حائز مع الترجي على دور أبطال إفريقيا عام 2011 كابتن أيمن يا عيش أخوية مسائل فل إزايك يا عيش يا كابتن محمد سلام عليكم عليكم السلام شكرا على التضاف عليكم شكرا لمستمعي قناة الأهل سعداء بوجودك معنا وبنتمنى لك التوفيق دلوقتي بتضرب ولا عملت إيه في مجال الكورة بعد السنين المتميزة اللي قضيت فيها كورة مع الترجي ومع الصفاقسي والعديد من الأندات تونسية الحمد لله يعني بعد مسيرة الكورة يعني خيارت أني نمشي للتدريب معايا الشهادة جين من الكوفتيرالية في التدريب ممتازة ولسه يعني بكمل التدريب بتاعي إن شاء الله موفق إن شاء الله وقريب جدا نبريك لك على اللايسنز البروفيشنال كمان إن شاء الله يعيشك يا كبتن بإذن الله طيب عايز عرف رؤيتك شايف ماتش الترجي والآهلي والفريتين هما كبار الكورة في إفريقيا دايما متمارسين في القرى الإفريقية على لعب النهائيات شايف النهاء القادم زهاب في الراديس والعودة في القاهرة كيف ترى هذا اللقاء هما كبتن زي ما قلتنك معناها يتمنى أكبر زرسي رق في إفريقيا يعني الترجري التونسي والآهلي المسر اللي معروفين يعني في مقابلين ياسف في النهائيات ومشتهم متعودين بالنهائيات هذه يعني هما تنجم تكون مباراة سهلة عشان متعودين بها فمتنك تبتن يعني المباراة هذه بشتكون تتلعب على أجزاء بسيطة يعني يمكن كل مدرب اللي عنده واختياراته السنية بس الحقيقة مش تكون يوم المباراة مباراة نهائية فيها شوطين شوط بش يكون في تونس وشوط بش يكون في مصر مباراة مش مش تكون سهلة على الفريقين نعرفوا الترجي في الفترة الأخيرة هذه جاعد يمر في فترة ممتازة مع المدرب الجديد متاعهم لقاء كاردوجو والآهلي كمان يعني بعد المباراة متاع مالزنبي كان في الدورية في المباريات الأخيرة اللي في الدوري المصري ثم قتلت فراحة يعني زو سيرق معتادة بالنهائي هذا زو سيرق بش تكون جاهزة بسببت مئة في المئة المباراة هذه اللي بش يتلعب على أخطاء بسيطة حسن ما شوف أنا الفريق اللي بش يكون مركز تالب المباراة كاملة مع الوقت الإضافي هو الرح يكسب الشوط الأول بس يعني فيه شوط ثاني وفيه عامل إيجابي للترجلي وفيه أرض ميدانه مع الجماهير ومع السيقة اللي واخدينها مع الترشح للكأس العالم الأندي يعني فيه حاجات مميزة ويبقى دايما زي ما قد لدي يعني مباراة يأتي بحسن يوم الثبت إن شاء الله يعني فيه فيه وقت عاملين نشوفه إن شاء الله بإذن الله طيب لفت انتباهي وأنا بتابع كده مباراة التراجع كابتن أيمن إن التراجع التونسي مع كاردوزو تحديدا ما غيرش في التشكيلة الأساسية ولا حتى اللعيبة اللي موجودين على بنك الاحتياط سواء في تونس أو في بريتوريا في مواجهة سانداون يعني ندر نقول هو مستقر على العناصر اللي معاه عشرين لقف في أهم المباريات دلوقتي ما بيغيرش خالص هو يعني ماشي زي ما قلت نقولها بالفرنساوي معنى ما غيرش فرقة بتربح هو بكلامه هذا يعني هو القرار رجلو الأول والأخير هو اللي واتب اللعيبة في الطراج يمكن العناصر اللي عنده محدودة يمكن يخير على 13 أو 14 لاعب اللي يعرفهم من اللي نجم وشاركه في مباراة دي ما النظرة الأخيرة اللي هو قطر هو المدرب الوحيد في العناصر يعرف مطاط قوتهم يعرف وقت يتتم التغيير الحاجة البلعية أنه لازم أنه الفريق يكون متعود بنفسه عشان يتمن ناعي يحاول أنه يخلي نفس اللعبة عشان يفتنسوا ببعض وزي ما وطلق في الآخر يعني بصراحة الأساسيين الموجودين هم اللي يستهل ويلعبوه نفس المجموعة اللي كانت مع الكابتون طريق سابت ولكن مع ميجيل كاردوزو الوضع اختلف هل طريقة اللعب اختلف التاكتك الفريق اختلف ما بين المدرب البرتغالي عن الكابتون طريق سابت ممكن في هو زي ما وطلق العقلية العقلية احنا في تونس ولا في اللعب العربي ما اعتشان الاحترام بالمئة في المئة للمدرب العربي او تجاميدي والمدرب اجنبي ولا حاجة يحاول انه يفتك مكانه ولكن زي المدربين صراحة الأجاني الجايين بعقلية جديدة في كرة متطورة معنا رفم تغير شوية يعني على الركم في البطولة التونسية هو فارب نفسه المدرب فارب اسلوبه مع لعيبة يعني تقدر تلعب في الجايين ناكسة هي الروح ناكسة هي يمكن عرش ازاي ياخذ اللعيبة علشان خاطر امور نفسية في الملعب المدرب الكبير هو اللي يعرف ازاي اللعيبة ويحضر يوم البارات اكيد ده ده الفرق اللي بينطار ثابت وبالميدال وعندنا احنا مسؤولين في تونس بمشي بمدرب تونسي بحاول يؤثر عليهم لكن لما يجي مدرب اجنبي مستحيل يدخل فيه يمكن حتى في مصر انتم زي طيب سؤال اخير كابتن ايمن من لعيب في التراج دلوقتي في خط الدفاع او سنوات في التراج في التونسي وقبلها كنت مع مدري بالصفات في التونسي ولعبت ضد الاهلي عمست مسيرة ممتزة رب بها لعيبة الحاجة الدعية التي في التراج في التونسي اللعيبة التي تعد على الاماكن المتاحة لا تفتاعل انها مستيق في اللعيبة اللي قبلها صغير في الاهلي معنا شوف مشاء الله لعيبة تأثان كبيرة وكل يوم يمكن حتى زي دلوقتي ما انا بيخمونه في عديم علول ومن حيدي فعده لا ما تخص من الانديا الكبار زي الاهلي وزي التراج وزي تفاقس التونس وزي الدمالة يعني يمكن محاول اذكر الانديا الكبار يعني ما فيش لعب يفضل معنا بتخمون انه في لعب تجيب لعب تاني ما خير منه معنا كابتن فهمتك حبيب يا كابتن ايمن شكرا جزيلا لك وسعادها جدا بمدخلتك على مباراة الاهلي والتراج والزهاب النهاية الافريقي طبعا قدامنا صورة الكابتن ايمن بن عمر جيل كان تاريخي جدا في ثلاث سنوات شارك فيها وحصل مع تراج على دور الأبطال عام 2011 طيب اروح مع الخبر مهم جدا هنتكلم فيه على كيف يستعد التراج وعادرة التراج لهذه المباراة يوم السبت المقبل اولا النهاردة كان في اكتماع امني في تولي